أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بنحو 30 مليون دولار ليصل إلى 35.249 مليار دولار مقارنة بنحو 35.219 من ألف مليار دولار خلال شهر ديسمبر أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً صلطا خلاله الضوء على معدن الكورتز وأهم الصناعات التي يدخل فيها وأشار التقرير إلى أهم الجهود المبذولة لتنمية صناعة الكورتز في مصر حيث تعد مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك مخزوناً ضخماً من الكورتز يتميز بنسبة نقاء عالية تصل إلى 99.9% وتتبنى مصر في الوقت الراهن استراتيجية توطين الصناعة المصرية حيث حرصت القيادة السياسية على توطين صناعة الكورتز في مصر وذلك بدلاً من تصديره كما الدخام بادرت شركة حديد عز بتخفيض أسعارها استجابة للهبوط الذي حدث في أسعار الدولار في السوق الموازية بذلك تعد أولى الشركات التي تخفض السعر نتيجة لمرونة سعر الصرف وأعلنت الشركة تخفيضاً في سعر الطن الواحد للحديد بقيمة 5360 جنيه ليصبح بذلك سعر الطن 49.920 بدلاً من 55.280 جنيه وأشرت الشركة إلى أنها تضع أمامها هدفين محددين الأول لاستمرار في الإنتاج بطاقة كاملة منعاً لحدوث اختناقات في هذه السلعة الاستراتيجية والثاني تحقيق مصالح كل الأطراف بما يخدم الاقتصاد القومي وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين بينما مال التعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه وربح رأس المال السقي 7 مليارات جنيه يغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه أما في مؤشرات البرصة ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 33% يغلق عند 27.665 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 92% يغلق عند مستوى 6.822 نقطة وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 2.1% يغلق عند مستوى 9.581 نقطة أظهرت بينات من مكتب الإحصاءات للتحدي الألماني تراجع صادرات ألمانيا بأكثر من المتوقع في ديسمبر بسبب ضعف الطلب العالمية وانخفضت الصادرات بنسبة 4.6% على أساس شهري في ديسمبر حيث يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات واستقبل العام الحالي بأزمات من البداية منها احتجاجات المزارعين في أنحاء البلاد وإضراب سائق القطارات لأيام فضلا عن تزايد حدة المناقشات بين الشركاء في الاتلاف الحاكم حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لنها وإلهام شكرا جزيلا لك ليلى وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة إليكم أبرز العنوين خلال اجتماعا لاستعراض الدعم الطبي لأهالي غزة الرئيس السيسي يشدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين بالقطاع والتخفيف عنهم وزير الخارجية يؤكد ضرورة العمل على احتواء التوتر والمتزايد بالمنطقة ويجدد دعم القاهرة الكامل لأمن واستقرار العراق وزير الخارجية الفرنسية يشدد على ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة ونظيره الأمريكي يصل الرياض ولا محطات جولته في المنطقة نهاية نشرتنا شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة شكرا للمتابعة